ارجعنا لكم مشاهدين ومتابعين جمعة مباركة كمان مرة لكم ولكل المتابعين في هذا اليوم ان شاء الله يكون اليوم جميل ورائع جدا على كل مشاهدين ومتابعين ويكون خير على الوطن الفلسطيني الرحمة كل الرحمة للشهيد القائد الرمز ياسر عرفات مشاهدين ومتابعين مكملين مسيرتنا اليوم في جولتنا في موضوع هام جدا هو حاضر في السحة الكرمية ولكن هو حاضر في السحة الفلسطينية أيضا لكن مشاهدين ومتابعين قضية مشفى عبتيل الذي تم اقراره من قبل سيد الرئيس أبو مازل بافتتاحه قبل عام ونصف تقريبا وكنا في احتفال رسمي بمناسبة هذا الافتتاح لأنه أضغى الفرحة على أبناء الشعروية جميعا لأكثر من 80 ألف مواطن وأيضا على محافظة طول كريم لكن نفاجأ قبل يومين بأن يكون هناك قرار من مدير عام المستشفيات بإيقاف هذا المشفى وإنما اقتصاره فقط على مركز للطوارئ لماذا هذا الموضوع من مشفى إلى إعادة لمركز طوارئ نستضيف وإياكم مشاهدين متابعيننا دكتور حسام أبو ماضي رئيس بلدية عدتيل المستقيل حتى إعادة المشفى كما كان بالسابق ليخدم 80 ألف مواطن في منطقة الشعروية للتخفيف أيضا عن محافظة طول كريم لماذا هذه الإشكالية ولماذا وصلت هذه الأمور حتى إشعال الإطارات وإغلاق الشوارع كحق مشروع لمين؟ لأبناء محافظة الشعروية نستضيف وإياكم الدكتور حسام أبو ماضي يسعد صباحك وجمع مباركي الله يباركيك وبارك في كل المشاهدين إن شاء الله يعني كنا نتمنى أن نتقي وإياك في هذا الصباح بمواضيع هامة جدا مفرحة لكن الخبر المؤسف أن يكون هناك تناقض ما بين قرار رئيس قبل سنة ونصف من افتتاح هذا المشفى وإعلان افتتاحه الرسمي نفاجأ بقرار بالأمس القريب بالإبقاء فقط هذا المشفى كمركز للطوارئ إلى أين وصلت هذه الأمور دكتور وما هي الخطوات القادمة بداية في هذا اليوم المبارك ندعو بالرحمة لشهدانا والشفاء لجرحانا والحرية لأصرانا البواسل ونحيي صمود شعبنا العظيم الشعب الفلسطيني برغم كل الصعاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني إلا أنه أصر على الحياة على أرضه بحرية وكرامة قدم شعبنا الشهداء والأصرى والجرحى وفي الجانب الآخر قدم العمران لبناء هذا بطنه كانت مساهمة شعبنا عظيمة جدا في هذا المجال نحن فاجأنا بهذا القرار وكان قرار مؤلم الحق مؤلم إنه قلنا نود أن يكون هناك خطوات عملية نحو المستشفى لتقديم خدمات لمنطقة لا تقل عن ثمانين ألف مواطن ومن حكم هذه الخدمات وزارة الصحة رسالتها ومطلوب منها تنشئ المستشفيات وتقدم هذه الخدمات ولكن شعبنا العظيم يقدم لهذه الوزارة المباني والتجهيزات جاهز نعم ويساعد حكومته ودولته في بناء وطنه وبقاءه صامد على أرضه ويجب أن تكون هذه الوزارة تؤدي رسالتها في إكمال ما تمه وبناءه هذا الشعب العظيم عشان أنك تأخذ مكافأة بإيقافه وأعدته إلى مركز طوارئ وللأسف وهذا يحزننا وهذا نحن نرفضه بكل شدة من حقنا على حكومتنا وعلى وزارة الصحة إنه تكون الخدمات الصحية موجودة في هذه المنطقة وتقدم للجميع وصحة الإنسان أولا وصحة الإنسان أولا طب دكتور يعني ما سبب هذا التراجع يعني تناقض قرار رئيس ينفيه ويوقفه مدير عام في المستشفيات مبررات غير مقنعة فيش كادر وإمكانيات ومش إمكانيات إحنا قرار رئيس من شهر 6 إلى 2020 سنتين ونص سنتين ونص بعدها فيش أي مبرر تقول لي فيش إمكانيات وفيش طاقات وفيش قدرات وإحنا كبير مجتمع محلي في مجلس الشعروي كاملة ملايات المحلية في مجلس الشعروي مستعدين أن نقف إحنا مع وزارة الصحة ونقدم كل ما نستطيع في سبيل إنجاز هذا يعني مبنى جاهز وهي أبناء الشعروي اللي دائما دائما مقدمين ورياديين ويقدموا الخدمات إنهم مستعدين يتعاون مع الوزارة التخزين مستعدين يتعاون معها أقصى حد وأهلنا الفلسطيني كانت ملتشارة في فيلم حتى في القارج وفي القارج نعم مقتربين مستعدين يقدموا أثبتوا ولاهم وانتباهم هي لأولوطان بشكل عظيم جدا مستعدين يساموا ويدعموا طيب دكتور هل هناك خطابات كانت لدولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وما هي الردود حتى هذه اللحظة يعني مبارع هل الوزيرة أطلعت شيء في هذا الموضوع محنة محنة ما جابت شيء جديد نعم نحن نريد هذا باختصار نحن هذا المستشفى نريده أن يكدم طاقته الكامل وأدي دوره في خدمة هذه المنطقة وابناء هذه المنطقة هذا باختصار نحن من ستين ونص منذ قرار الرئيس ونحن في تواصل مع وزارة الصحة مع الرجال المعنيين في هذا الأمر حتى أننا نصل إلى هذا الطريق ننصدم ونرجع لوراه وهذا الحركي غير مقبول ولا إنه أي مبرر ما المطلوب وما القادم إذا بقي الحالة كما هو وإدارة الظهر بهذا الموضوع نحن منذ فترة ليست بعيدة التقيت أنا وأحد المسؤولين في وزارة الصحة وكان في صدد بناء محطة أكسجين وهذا المحط وعلى لسانه قال إنه إحنا بس تنتهي بناء محطة الأكسجين وتشغيلها سيتم افتتاح قسم باطن وقسم أطفال والأسرة موجودة وجهزة عندنا وكادر هذا المستشفى موجود وموزع على كل المستشفيات نعم يعني بقرار خلال أيام معدودي ممكن يكون في أسرة والكادر اللي محسوق على هذا المستشفى يتم تجميعه وتشغيل أكسام في المستشفى مش شغلة صعبة ولا شغلة مستحيلة نريد قرار من وزارة الصحة قرار واضح واضح بتشغيل هذا المشفى طب ما ردود المجالس في المنطقة الشعروية التوحد من أجل العودة إلى المشفى وتشغيل من جديد نعم نعم نحن المجالس صدرت بيان من أول يوم باسم مجلس مجلس الخدمات مشترك نعم مشترك وإنه هي ترفض هذا التوجه وفي الليلة هاي إن شاء الله فيه جلسة حتى وضع برنامج عمل بالتواصل مع كل المسؤولين في هذه الحكومة مش لأجل إنه في حقيقة وغايتنا في تشغيل هذا المشفى طب دكتور لما يكون هناك اتصال من وزارة الصحة بهذا الموضوع خاصة أنه يعني هذا يخص 80 ألف مواطن في منطقة الشعروية يعني أتلاحظ أنك فيه كسور وعدم اهتمام أم ماذا أم فيه اتصالات للتواصل لهذا الموضوع يا أخي العزيز إحنا صلنا سنتين ونصف بتواصل وعدات 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 إلى متى فيه مبررات ماشي فيه معوقات شو عملت حتى تزيد انت هاي معوقات وأنا بدأ ساعدك شو عملت انت حتى انك تضع الحلول الصحيحة نعم مين منعك ضائقة ضائقة صعوبات شعبنا الفلسطيني يعيش بصعوبات منذ عشرة السنين ويتحدى ويتحدى ويبقى نعم وهيك بدنا وزارتنا وهيك بدنا إحنا مسؤوليننا إحنا سنبقى على هذه الأرض طب خطواتكم القاضي بالدكتور نعم يعني إلى أين إلى أين مدام الحال حتى هذه اللحظة كما هو بالتالي فيه ناس في هذا الوطن وحريصة على هذا الوطن وحريصة على بناء هذا الوطن وهي كل هاي الناس من أنصال احنا لازم كلها وأنواء تأخذ دورها دورها الحقيقي في استحقاق إحنا نطلب حق ونطلب حق ممكن تحقيقه مش بنصق بالمستحيل أنا أعلم بأي دولة في العالم يا دكتور أنه أولا دائما في أي حكومة الصحة والتربية والتعليم نعم لكن هنا الظاهر أن هناك تغييب لهذه الصحة يعني مشفعة تيلسي يبقى الحال كما هو كما يقول بالعامية أرمل بدون خدمات بدون إعادة تشغيل من جديد ليخدم 80 ألف مواطن في منطقة الشعروية ألاحظ أن هناك كسور في عدم الرد الصريح والواضح من أجل إعطاء تشغيل هذا المشفى وأنت هناك أبناء شعروية تحدثتم في الأمس في المقابلة الخاصة معنا أنتم مستعدين أن تتعاونوا مع الوزارة والحكوم من أجل تجهيز هذا المستشفى بالكامل نعم وما زلنا مصررين أننا مستعدين وزارة الصحة نكون يد وحدي في سبيل بلاء هذا المستشفى وتشغيل هذا المستشفى ما ما تراجعنا ولا نتراجع في هذا المجال هل من شروط معين الدكتور طرحوا عليكم مثلاً الوزارة حتى يتم إعادة الفتح المشفى مرحلي بطلبوا أنه هي مرحلة مؤقتة تحويله إلى طوارئ من أجل الإعداد السليم والصحيح من أجل لتشغيله كمشفى نعم وهذا الوعد إحنا أخذناه من سنوات مش أول حالي نعم مش الآن نحن قاعدين من طالب في تشغيل هذا المشفى أيضاً يخفف الضغط عن مشفى شيء ثابت ثابت أيضاً مشفى تشغيله مشفى الدكتور ثابت ثابت لا يكفي إلى المحافظة نعم لا من ناحية عدد واستعاب المرضى ولا من ناحية التخصصات وأقسام موجودية وبالتالي وجودها هو الشيء هو يكمل وكمل رسالة المستشفى ثابت ثابت وقدم المخدمات لأهلها المحافظة يا أخي ابتسألك سؤال هذه المحافظة شو دمبها أصرها كدمت شو هذا كدمت جرحة جرحة كدمت نعم مساهمتها في بناء الوطن القائمي هناك ألاف من الموظفين المدنيين والأجهزة الأمنية ويخدموا في هذا الوطن وبالتالي حقهم صح وعندنا مشاكل أكثر مش مشكلة المشفى الكهرباء هي مشكلة الوحيدة موجودة في بس في وحن حالة الطول كريم نعم نعم ليش سؤال ليش الإمكانيات مش متوفرة في هذه المحافظة وفي أماكن آخر توفر الإمكانيات أنت تكنعها نعم لماذا عندي أنا وحقه لماذا عندي أنا بصير في إمكانيات وفي صعوبات وفي ترتيبات وكذا ليش في أماكن أخرى لا بصير الإمكانات موجودة والتجاوب سريع طيب دكتور قبل ما نخدم جولتنا في هذا وهي معاناة منذ سنتين ونصف لكن نعمل من مسؤولينا من وزارة الصحة من رئيس الحكومة النظر بهذا العين لأنه هو صحة الإنسان أولا ويخدم 80 ألف مواطن في منطقة الشعر ويخفف الضغط الحاصل على مشفى الشيء ثابت ثابت وكانت حالة بالأمس القريب من عدين بالذات أنه ذهب لمستشفى الشيء ثابت ثابت لم يجد سرير حتى لبيات والدته وتوجه إلى المستشفى الاستشاري على حسابه الخاص يعني هذه مأساة فعلا بعينها وبالتالي هذه مناشر المسؤولين أن لا نطيل المشوار وأن يعيد أن يتم إعادة فتح هذا المشفى لأنه يخدم 80 ألف مواطن دكتور في نهاية حديثنا يعني ما هي الرسالة التي توجهها باسمك وباسم منطقة الشعرية كاملة للحكومة للرئيس لوزيرة الصحة لمن جاءوا وافتتحوا المستشفى وبالأمس يتم تغييروا إلى مركز طوارئ نحن نطالب بحق إنه نحن معنا قرار من سيادة الرئيس بافتتاح هذا المشفى وعودات مثل ما تفضلت من وزارة الصحة بالعمل الجاد من أجل هذا الهداف نتمنى على وزارة الصحة أن تكون جادة في هذا العمل وتقدم رسالتها أساسا في تقديم الخدمات لشعبنا في هذا المنطقة دكتور أنا بدأ أشكر لكم تظلقوا مستكلين حتى يتم إقرار هذا المشفى وإعادة من جديد نحن مصرين على تنفيذ هذا القرار إن شاء الله أشكرك دكتور حسام ماضي رئيس بلدية عتيل المستقيل حتى يتم إعادة افتتاح مشفى عتيل ليخدم 80 ألف مواطن في منطقة الشعروية نأمل أن تصل الرسالة وأن تكون الرسالة وصلت نأمل أن يعود كما يقال بقوله فرحة ما تمت ولكن نتأمل أن هذه الفرحة أن تتم في القريب العاجل والنظر بعين الصحة والعافية للمواطن الفلسطيني وخاصة في منطقة الشعروية نتمنى ذلك قريبا شكرا لكم مشاهدين ومتابعينا شكرا لدكتور حسام ماضي على حضور وتلبية هذه الدعوة شكرا لكم ماضي